والذين هم يقولون أنه ناصبا إذا نحن نتهمناه بالنصب كل من ترجم له ذكرى نصبا هذه القاعدة منهم قال فقال في مقدمة كتابه جاري والدعني ومنهم زائر عن الحق الحق بالنسبة إليه ما هو مذهب أهل دمشق هو مذهب حريص صدوق اللهجة قد شرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مهمون في روايته فهؤلاء ليس فيه الحيلة إلا أن يأخذ من حديثه وليس بهمك إذا لم يقوم به بدعتهم فيتنمونهم ويتحدث يقول الإنسان الزائر عن الحق العلم الذي هو يرى الصدوق في اللهجة يقول يأخذ من حديثه ما يعرف ويرد ما يدكى ويقوي من عدو شيء الآن أحد العلماء الذي يسمى ذهبي العصر وهو المعلم اليماني الذي الألباني يعتبيه محدث العصر هو يتحدث عن هذه القضية أستاذ بعد هذا هذا النصر تقول لي نعم الآن أقرأ من كتاب التنكين الجزء الأول صفحة 124 نعم هذا النصر المعلم اليماني ناقض في تقبار نقاط في حديث يعلق على هذه القاعدة أنا نتحدث عن هواية عن القاعدة يقول والجوزجان فيه نصب الحمد لله إذن يعترفوا بهذه القاعدة وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما ما المتشيعين لعلي بن بي طالب عليه نعم نعم وهو طعاق بعلي بن بي طالب يعني أنت الآن تذكر شيخنا هذا نص خطير جدا يعني المعلم اليماني هذا من كبار العلماء وهو جبل يعتبرونه من الجبال طبعا الكتبة موجودة عندي لكن هذا يقول أنه النصب حتى أنه النصب مو فقط لعلي إنما لأتباع علي بن بي طالب عليه نعم 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 ويرهو أنه إنما يرمي بكتاب كلامه هذا إليهم في قوله زائب على الحق يعني هو إذا قال زائب عن الحق فيقصد الشيع فإن في الكوفة المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السلة على توثيقهم الله جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول لوايتهم والله ورطة والله والله وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع هذا الواقع وليس كلام من حجم وتوهينهم الشيعة ضد الله هذا الكلام وهو بشيع هذه الصفات إلى أن يكون فكأن الجوز جاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأبثالهم مطلقا لا يمكن أن تخلص منهم حاول أن يتخلص مما يكرهه من مذوياتهم أو لا عندهم غوايات يكرهها الجوز جاني ما هي قال وهو ما يتعلق بفضائل أهل الناس الله أكبر هو طبعا هو مبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام ويأتي تأتي رواية تقول أن علي عنده حق هذا الحق فأكيد يكره الرواية التي تصف جانب علي بن أبي طالب عليه السلام فأوضع قاعدة كاملة لإسقاط كل رواية بفضائل المطلق حتى الاعتراض فأولا وضعوها الناصب فأولا وضعوها الناصب هذه المصيبة قاعدة اليوم تحكم في علم الحديث يعترفون أن من وضعها الناصب يسمعوني أخواني تسعين بالمئة من الأحاديث الواردة في مطاعد عدين عليه السلام والموجودة في كتب أهل السنة تسقط بهذه القاعدة هذه القاعدة الأغلب الآن قد إبليس كيف يطلب؟ وضع هو ناصب ووضع قاعدة ليتخلص من الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت عليهم السلام هنا المصيبة لا أدري هل هذا الأمر ببساطة أنا أسست قاعدة هذه القاعدة أنا أكره علي بنبي طالب عليه السلام يأتي شيعي يعتبر أن حب علي بنبي طالب عليه السلام هلوه وأنه بدعة فيأتي شيعي صادق يروي أن علي كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلبساطة ضمن هذه القاعدة الناصبية أقول أن هذا الشيعي مبتدع ويدعو إلى بدعته وبالتالي الرواية مكصر هذا القاعدة تقريبا